في البداية بقى عايزين اعرف طبعا كل المشاهدين اهمية الكشف المبكر لضعف السمع عند الاطفال تمام هيمكن قبل ما اتكلم عن اهمية الكشف المبكر عن ضعف السمع للاطفال احب اقول المبادرة الاول يعني المبادرة اسمها المبادرة الرئيسية للاكتشاف المبكر وعائلات ضعفة فقدان السمع للاطفال حديث الولادة من عمر يوم الى 28 يوم تمام بيحدث الفحص السمعي ده في تقريبا دلوقتي 3800 واحدة ومركز صحي موجود على مستوى الجمهورية بيحدث بالتزامن مع تحليل الغضة الدركية ليه عملناه بالتزامن مع تحليل الغضة الدركية عشان عارفين حضراتكم تقريبا كل الاطفال بتعمل تحليل الغضة الدركية فاحنا عايزين نضمن ان كل الاطفال هتعمل لها فحص سمعي ويمكن جينا على نفسنا شوية احنا عارفين ان السن المبكر اوي ده اللي هو من 3 ل 7 ايام اللي بيحدث فيهم تحليل الغضة الدركية بيبقى فيه الاطفال معظمها بيقى فيه شمع يمكن دي بتيجي كمان على الأجهزة شوية بس إحنا علشان كده حتى لو الطفل ماكتدش الاختبار الأول ده لا يعني خالص إن هو نتيجة أو أن عنده مشكلة سامعية بنتم تحديد معاد آخر بعد أسبوع عشان نتأكد من نتيجة الاختبار الأول علشان كده بس بهذه الحالة بنضمن تقريبا كل الأطفال يتعمل لها مسح سامعية طبعا وبعد كده لو في مشكلة بنتم التعاون معها من خلال المراكز الإحاية طيب إحنا عايزين بس نقول سيدة المشاهدين إحنا مع حضراتكم لايف على مدار الفقرة لو فيه أي سؤال أو أي استفسار إحنا نجهزين للرد عليه دكتور محي السيدة هيرد عليه طيب عايزة عارف أما نيجي نتكلم عن ضعف سامع حاجة وفقدان السامع حاجة ودي حاجة بتبان في الطفل من هو صغير إيه العلامات اللي لو الأم لحظتها تبتدي نهاية تنتبه لأنه في الحالة دي إن إحنا نلحق بدري بتفرق كتير جدا في النتائج أكيد طبعا يعني هو فعلا زي ما حضرتك قلت فيه علامات بس هل العلامات دي هتقدر من خلالها هنكتشف لهل فيه مشكلة إذا كان ضعف أو فقدان في السامع للأطفال حديث الولادة تقريبا قبل عمري سنة تقريبا العلامات دي يعني ليست ضمان خالص إن إحنا نقدر بيها نعرف إذا كان هذا الطفل يعاني من ضعف أو فقدان في السامع كمان المشكلة ممكن تزيد مع الأطفال اللي عندها ضعف بس حضرتك ممكن إن حضرتك وعارفين العلامات أو أقول لحضرتك العلامات إن ممكن حضرتك تبقى مستنية من الطفل الاستجابة للأصوات العالية اللي جنبه ممكن حضرتك عايزاء بعد سن عند سن ست شهور مثلا لما تنديب اسمه يلتفت لك ممكن عايزاء إن هو ينطق مثلا بعد سن عشر شهور دي علامات كلها بس حضرتك لما هتنتظريها تنتظريها بعد سن مثلا عام ولو عنده ضعف ممكن يستجيب على فكرة ممكن حضرتك تلاقي إن فيه استجابة بسيطة لو عنده ضعف ما عندهش فقدان فهذه العلامات ممكن تأخر لنا كمان يعني ما نعتمدش عليها خالص لا نعتمد عليها بس الأهم من الاعتماد على العلامات كمان إن إحنا نفحص الطفل في مراكز وحدات الصحة هل قدر نقول من خلال كلام حضرتك إنه لو لحيئنا الطفل في فترة السنة الأولانية من حياته بتتحل المشكلة لكن لو عدت السنة بيبقى صعب؟ لا هيبقى فيه صعوبة بسي طبعا هتتحل برضو بس أنا بقول لحضرتك طبعا كل طول ما اكتشفنا بدري هنلاقي نتائج أفضل ومرضية أكثر حضرتك المبادرة اسمها الاكتشاف المبكر وأنا قلت لحضرتك في الأول الاكتشاف من عمري يوم إلى 28 يوم يعني إحنا في أول شهر نقدر نكتشف المشكلة ليه نتأخر عند سن 6 شهور أو سنة هل المبادرة خاصة بس من يوم الـ 21 يوم أو 28 يوم يعني لوقتي لو فيه طفل لسه مولود وكشفته لقيته تمام 100% بعد ما عد السنة بتاع الـ 28 يوم ابتدينا نلاحظ العلامات الحاجة قلت عليها هل المبادرة بتشمل دي ولا خلاص أنا كده خرجت برا المبادرة أكيد الحمد لله إحنا مجهزين مستشفىات إحالة قادرة على استقبال الأطفال دي بس أنا بتكلم القاعدة بتاعتنا والمبادرة بتاعتنا من عمر يوم إلى 28 يوم بنستسني الأطفال المحجوزة في الحضانات بيتم أفحصهم بعض الخروج من الحضانات طب جلنا طفل مثلا عند عمر 6 شهور أو حاجة ممكن نوجهه مباشرة على المستشفى الإحالة تبدأ تتعامل معه مباشرة أو حتى التأمين الصحي بتاعه يعني إحنا بس بنبقى الحمد لله عارفين نقدر نوجه الطفل فين إمتى وفين بالزبط عشان خطر حضراتكم عايزين في السن المبكرة دي يعني نجمع داتا أو إحصائيات نعرف حجم المشكلة عند ديها في مصر قد إيه كمان ونقدر كمان يبقى فيه تسلسل في النتائج والناس كمان يبقى تلتزم بكواعد المبادرة إحنا قلنا من عمر يوم إلى 28 يوم والحمد لله دلوقتي بنتكلم في خانة جديدة موجودة في شهادات الميلاد الجديدة للفحص السمعي يعني حضرتك دلوقتي بتلاقي أن الفحص السمعي والمسح السمعي ده كأنه حاجة روتينية خالص زي التحليل والتطعيمات اللي موجودة في الوحادات الصحية الأولية تمام